سمعت القرمشة الفضيعة الخطيرة دي ده احلى سمك في لي ممكن تعملوه في البيت مقرمش جدا ومشارب زيت عشان تعملي احلى سمك في لي ولادك هيحبوه جدا هو مقرمش وخطير وتعملي احلى رز سمك مزبوط جدا في البيت كميلي معي الفيديو ده لحد الاخر بصوا باقي انكو النوع السمك اللي انتو هتستخدموه الطعوب المنظر ده بالنظام عايزين تقللو الحاجم عن كده عايزين ترفعوه اعملو اللي انتو عايزينو السمك ما بينشافش بسهولة خصوصا ان احنا ما بنحطوش في النار كتير وهو قريدي بستيوه بسرعة التعوض التقطيع اللي تريحكو انا بالنسبة لي التقطيع دي كانت حلوة جدا اول حاجة هنتابل السمك في الكبة هضيف فلفل رومي معلقة كبيرة من الخل معلقة كبيرة من عصير اللمون هضيف كمان معلقة كبيرة من التوم والطياب البتاعتي ملح وكمون وكسبرة وببركة وكاري وشورقشة من بهرات السمك او حتى من السبع بهرات بضربهم كويس في الكبة لحد ما يبقى عندي صوص كده من منظر ده بالزبط هاخد منه بقى بالزبط معلقتين او ثلاث معالق كده على جنب وهقولك هنعمل بيهم ايه احنا مشارحتك تدبيلة تاني في كل اكلة السمك غير اللي احنا عملنا ده هحطوهم على جنب وتعالوا بقى هنجيب السمك بتاعي وقتبله تبله السمك على الاقل ثلاث ساعات ما يزيدش عن كده اقصى حاجة ثلاث ساعات سمك ما يتتبيلش كتير عشان ما يتهريش هسيبه في التدبيلة بتاعتي وبعدين تعالوا نجهز اسهل وابسط صلاة الطحينة هنحط الطحينة انا شفت وصفة صلاة الطحينة اللي طالعة ترينت بالفينو استراحة ما عجبتنيش انا جربتها ما عجبتنيش خالص الطحينة مفيدة كلها سمسم وخلينا الولادنا لما نعمل حاجة انا هاملها صح انما موضوع البتاعتنا مش هجيبني خلص انا خدت معلقتين من التدبيلة اللي انا عملتها وحطيت كمين نص معلقة صغيرة من البابريكا اللي ممكن تبدلوها بشطة لو عايزينها سبايسي هقلبهم بقى مع بعض كويس جدا وانا بضيف التوابل والتوم واللمون او الخلي في الاول وبعدين بنزل عليهم بمية عادية جدا من الحنفية وبفضل اقلب واحدة واحدة لحد ما وصل للقوام اللي انا عايزين عايزها بقى خفيفة عايزها تقيلة زي ما انت عايزة بس خلي بالكو انها لما بتقعد شوية بتتقل فادك من نسبلي كان قوام حلو جدا صلت الطحينة مظبوطة وبلاش موضوع الفينو يا جماعة اه هي بتبقى شابها بره بس يعني هي صلت الطحينة اللي بتتبع في المحلات مش اهمة لقوي طعمها ما بيبقاش حلو اصلا يعني في الغالب حتى لما بشتري سمك من بره اا او بشتري حاجة من بره بيتقدم معها طحينة ما بيبقاش طعمها حلو لا هي صلت الطحينة السمبل بتاعتنا العادية دي بلها فينو خالص يعني فينك اهم هعملي زي ان القوام ده بالنسبة لي مثالي جدا تقلوا بقى خفيفوا زي ما انتوا عايزين للرز بقى هنحتاج بصل لمتوسطة الحجم كده وهبدأ اقطع البصل بتاعي وقطعيه على ايدك احسن ما تقطعيه في الكبة خصوصا في وصفة الرز انا بقطعه مكعبات صغيرة على قد ما اقدر بصتوا المنظر اقطعه مكعبات صغيرة انا فيمكن الوصفة دي تقريبا الوحيدة اللي انا بقطع فيها البصل بايداية ما بضربوش في الكبة بس بعد ما قطعت البصل بتاعي فحلة تكون سخنة هنزل بتلت او اربع معالق كبار من الزيت ورز السمك بيحب زيته ويبقى كتير شوية وهنزل عليهم بالبصل وهبدأ اشوح البصل بتاعي لحد ما يبقى لونه بني شايفين اللون بالضبط كده ايو انا عايز اللون ده عشان اللون ده هو اللي هيديني لون الرز البني كده بالنسبالي حلو جدا هضيف معالقتين من صلصة الطماطم وده اختياري ممكن تضيف بشر طماطم يعني لو مش عندك صلصة ممكن تستغني عنها هضيف كمان معالقة الدقة اللي انا كنت شايلها على جمد وبعدين هضيف ملح وفلفل اسود وبابريكا وكمان هضيف كاري الكاري بيخلي الرز حلو جدا هضيف عليهم الرز بتاعي دول كوبايتين من الرز المصري مخصول ومتصفي ما بنقعش الرز خالص بخسله كويس جدا لحد ما ينزل مية بيضة وبصفي كويس احطهم على بعض وهفضل اقلب لحد ما حسن الرز بتاعي كله تشمع كده هنزل بمية عادية من الحنفية لكل كوباية رز تقريبا انا بضيف كوباية ونص من المية او كوباية او لحد كوبايتين على حسب نوع الرز اللي انت بتستخدمين هضيف كمان اختيار يا جماعة نص معالقة صغيرة من السكر بس بتزبط الرز جدا تعالوا بقى انجاز الكوفر بتاع السمك بتاعي هحتاج كوبايتين من الدقيق عليهم اه تلات معالق كبار من النشا هضيف كمان اه معلقة صغيرة من البيكينباودر ملح وكاري وكركم بس بوضيفش حاجة تانية مكتروش التوابل في الكوفر عشان الكوفر بتاع السمك ما يبقاش لونه غامق هاليفهم مع بعض كويس جدا وبعدين انا هياخد الكمية بتاعتي دي هوريكوا كزا تكنيك تقدرتوا عملو بيه تكنيك الاول سهل وبسيط والتكنيك التاني يمكن تيه خطوات ازياد شوية بصوا السمك بتاعي بعد ما اتبلا انا هشيل السمك انا بغطس السمك في التدبيلة التدبيلة ليها صوس كده نزل من السمك بغطسها فيه بعدين بحطها في الدقيق ده هيديك ده هيديك على الفكرة بنسبة تسعين في المية اغلب محلات السمك بيبقى شكلها بالمنظر ده بالظبط اللي هي مابيبقاش طبقة الارمشة او الي عليما من برة ااinsp qualité اوي تو كده لو انتي طب مفيش صوس نزل حاطيه في مية في مية للدقيق مهم يمسك على السمك بتاعي بالمنظر ده. تعالوا بقى وريكوا الطريقة التانية واللي انا بفضلها لما اجي اعمل السمك لانها بتخليه مقرمش اكتر. انا بعمل نفس الخطوة بانزل بيه في الدقيق. وبعدين من الدقيق بخرج السمك بتاعي او اقلبه كويس في الدقيق اخرج السمك بتاعي. خلي بالكوا اضغطوا بقتكوا كويس انا مش عايزة ولا فتفوتة من السمك تبقى باينة. وبعدين هنزل بيه مياه سقعة. هقلبه كويس وارجع اشيله على طول وارجع رجعه في الدقيق. الخطوة دي هتديكي طبقة من بره مقرمشة جدا. طبقة مجزعة كده شبه الستريبس والفراخ المقرمشة. ده مهم جدا اللي بستو بقى انتم اعملوا اللي انتم عايزينه. عايزينه مقرمش بزياد اعملوا الخطوة دي. عايزينه نص نص كده شبه بتاع المحلات اللي يريحكم. فزيت يكون غزير وسخن. انا بسيب السيد يسخل. وبعدين لما احط السمك بتاعي بهدي النار. يعني بخلي حرارة متوسطة. وابدأ احط السمك بتاعي وما بقلبش ان لما حس ان السمك بتاعي بتادى ياخد لون. انا بقى بحب التكنيك ده جدا في اي حاجة مقرمشة. ان انا بمعلقة او بالمستيك باي حاجة عندك. وده بداية اتغطاصي كده السمك بتاعك. خصوصا لان انا مش هغرق الحلة كلها زيت وزيت السمك هيترمي. عشان تستخدمه تاني. هو اصلا مش صحي ان احنا نستخدمه تاني. بس اول ما حس انه بتادي اياخد لون هبدأ اقلب على الوش التاني. وخلي بالكو هيستوي ومش محتاجين حرارة كتير. يعني احنا الفراغ بنبقى قلقانين شوية انها مش هتستوي لما السمك بستوي بسرعة جدا. بطلع لما ياخد لون الدهبي التحفة ده. وزي ما متعودين اي حاجة مقرمشة بنطلعها على شبكة علشان تفضل مقرمشة. لو طلعتيها على مناديل هتطرع. انا تقريبا تسعة وتسعين في المئة من الحاجات اللي بنحمر اللي بحمرها وعايزها مقرمشة بطلعها كده ما بستخدمش مناديل مطبخ خالص في ان يصفي عليها عشان بتخلي الحاجة طريقة. بصوا بقى منظر السمك عامل ازدي. ومش قادر اوصف لكم ريحة خطيرة. وارمشة. تمامين قطل ارمشة مكرافية. حلو جدا. جدا يعني انا شاعة اقول لكم انا بينتبت كلش السمك بستكلته بالطريقة دي وعجبها جدا. خلي بالكم انا من الناس اللي بعترف ان انا مش محترفة سمك. بس لما بعمله بيطلع معايا مظبوط جدا. يعني مش من الناس اللي بتعمل سمك كتير. بس تلاقي كده 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 تركيه كده في عمل السمك. لو ما عملتهاش ما باكلش السمك ده. لازم السمك يكون نظيف جدا تدبلته مظبوطة. ما يبقاش شارب زيت. لو اي حاجة من الحاجات دي اختلت مش هيكل السمك. فانا لازم السمك يطلع معايا مظبوط قوي. جبت بقى نصرغيف بلدي تاكلوه بقى مع الرز. اميلوا انتو عايدين. بصوا قلب السمك من جوه خطير. انا بحبه جدا في الفينو مع مع الطحينة ومع الجرجير بيبقى تحفن. بصوا بقى رز السمك مفرفر وخطير ولونه مظبوط جدا. بتنسوش ان انا كنتبقى لكو تحت في الكومنتات المقادير وطريقة الاعداد وكل حاجة. اتمنى الوسطى تكون عجبتكو. اتمنى تجربوها تقوير ايكو فيها ايه. واشوفكو على خير ان شاء الله في وصفات جديدة.